الرئاسة ترفض إعلاناً ذي طبيعة انفصالية في الجنوب إجراء متوقع في ظل المحاولات المستميتة لإرباك المشهد في اليمن ومحاولة إغراقه بمشاريع صغيرة تحت وقع الحرب والخطر المتنام لإيران ومنظومتها العسكرية والطائفية في المنطقة خال البيان الذي تلاه عدروس الزبيدي من أي إشارة للسلطة الشرعية على نحو دفع إلى الاعتقاد بأن مجلساً كهذا ينسف الشرعية ويستهدفها بالقدر الذي يستهدفها الانقلابيون ويقفون في وجهها بالتمرد والسلاح وفي المقابل خال البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي الذي رأسه هذه المرة من الإشارة إلى الإمارات كقوة ثانية في التحالف في سياق الثناء الذي تعبر عنه الرئاسة على الدوام تجاه دور التحالف في دعم اليمن وقيادته الشرعية بل دعا بوضوح إلى وحدة الهدف الذي لأجله قامت عمليات التحالف العربي بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة وبسط سلطاتها على كافة التراب اليمني والسير في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني نحو بناء اليمن الاتحادي الجديد بيان الرئاسة دعا كل المسؤولين وغيرهم ممن وردت أسماؤهم فيما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بإعلان موقف واضح وجلي منه وشكر ودعم كل من أعلن موقفه من كيانات مناطقية لا تخدم المصالح الوطنية العليا رفض بعض الذين وردت أسماؤهم عضوية المجلس المعلم من الزبيدي لكن اللافت كان فيما ورد في بيان صادر عن محافظ حضرموت أحمد سعيد بن بريك الموجود حاليا في أبوظبي بيان بن بريك جمع كل النقائض حينما دعا أبناء حضرموت إلى تأييد المجلس الجنوبي الذي قال إنه يهدف إلى إقامة يمن الاتحادي من إقليمين تحت مضلة شرعية الرئيس هادي وناقض مقررات مؤتمر حضرموت الجامع الذي كان قد كرس ورع حضرموت كإقليم قائم بذاته تناقض يراه المراقبون عكاسا واضحا لتضارب المشاريع السياسية في إطار التحالف العربي الذي يبدو أنه استسهل التعاطي مع اليمن لا باعتباره دولة يجب أن تتعافى بل رجل مريض يمكن أن تتضمن بعض وصفات العلاج الممنوحة له إعادة تقسيمه إلى كيانات قابلة للإحتواء والتطويع موسيقى